تعريف بالسيرة الذاتية للباحث السيد أحمد محمد حسين راضي الحسيني ماجستير قانون والشريعة ممثل عتبة العباسية المقدسة في أوروبا البلد ألماني السويد له العديد من الكتب والمؤلفات منها حكم المعاملات المصرفية بين الشريعة والقانون طلاق بغير إذن الزوج أحكام الأسرة أهد الأشتر تنموياً واقتصادياً بل يتفضل مشكوراً بإلقاء بحثه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين الذين اتبعوه بإحسان إلى قيام يوم الدين وفي طليعتهم وفي مقدمة من اتبعوه بإحسان أنتم أيها الإخوة الحضور المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة الأخي المفدى سماحة السيد أحمد الصافي دامع له الإخوة في الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة المحترمون الإخوة في جمعية العميد وجامعة الكفيل وبقية المؤسسات الفاعلة في هذا المؤتمر شاكراً لهم حسن الإدارة والتنظيم وأسأل الله لهم التوفيق في خدمة المولى أبي الفضل العباس عليه السلام السيدات والسادة الكرام مع حفظ الألقاب والمسميات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخني برحمتك في عبادك الصالحين من القضايا المهمة التي شغلت المجتمع بجميع طبقاته وفئاته على امتداد التاريخ قضية الفساد الاقتصادي على مختلف مراتبه ومستوياته حتى أصبح الفساد من الآفات الاجتماعية والظواهر الوبائية المنتشرة في جميع المجتمعات خصوصاً في الدوائر الإدارية حيث تتكون هذه الظاهرة نتيجة لتراكمات يعيشها المجتمع بسبب انحرافه عن مسار القيم الأخلاقية والاجتماعية وغيرها وكذلك بسبب ابتعاده عن تعاليم الأديان السماوية التي جاءت لإرساء قيم العدالة الإنسانية بين بني البشر وتختلف هذه الظاهرة بحسب بيئة وطبيعة النظام السياسي الساند والحاكم بما أن المهمة الأولى للأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام كما ورد في القرآن الكريم هو تحقيق العدالة ورفع الظلم ومنع الفساد وحفظ كل ما له علاقة بسعادة الإنسان ورفاهيته ومن مبادئ النبي الأعظم صلوات الله عليه التي سار عليها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في تقويم وإرساء قواعد العدالة والتي شكل ظاهر نموذجية في محاربة الفساد ومن خلال هذه المحاولة للإمام عليه السلام نسلط الضوء على هذه التجربة لعلنا نستفيد منها لحفظ المنهج والرسالة وحماية البلاد وهنا نجد أن الإمام عليه السلام قام بالتصدي لقضايا الفقر والحرمان من خلال دراسة سيرته المقدسة واستنطاق كلماته واستشفاف مضامينها التي تكشف لنا رؤيا اقتصادية مبنية على الاستقامة والصلاح والحرص على ضرورة الالتزام بالمبادئ التي منها انطلق لتحقيق الرفاه الاقتصادي ومن أكثر المشكلات الحياتية التي تعاني منها الإنسانية المعاصرة اليوم المشكلة الاقتصادية لما لها من تأثير في حياة الإنسان المادية وأوضاعه الاجتماعية فالأوضاع الاقتصادية تؤثر تأثيرا سلبيا مباشرا في حياة الفرد والأمة وفي مستوى تقدمها المادي وتفورها المدني ولها تأثير أيضا على الأمن والاستقرار لذلك فإن استقرار الحياة الاقتصادية يعتبر أساسا لبناء مجتمع سليم معافا كما أن توفير الكفاية المعاشية سبب للاستعانة على انتظام أمور الحياة الدنيوية ومن هنا ربط الإمام عليه السلام بين الرفاه الاقتصادي والسمو الروحي والأخلاقي وحث على الأخذ من الدنيا لأجل الآخرة حيث تصدرت كلماته الإشارة إلى المشكلات الاقتصادية والآثار الناتجة عنها وضرورة نشر العدل الاجتماعي لما لذلك من دور أساس في بناء المجتمع الصالح يقدم الإمام عليه السلام رؤية اقتصادية شاملة تتميز عن جميع النظريات القديمة والحديثة التي أنتجت مرتكزات لبناء مجتمع له مكانته على الصعيد الاقتصادي والرؤية المطروحة في هذا العالم تعتمد على قوانين وأنظمة ومجموعة من المقررات تحقق أهداف اقتصادية وتدعم النمو وجميع هذه الأنظمة والمقررات بحاجة إلى رعاية وتطبيق وإلا انهار البنيان الاقتصاد وعلى خلاف ذلك فإن الإمام عليه السلام لم يعتمد في الجانب الاقتصادي على النظريات والرؤى والأنظمة وعلى إصدار الأوامر فقط بل سعى عليه السلام إلى ترسيخ قواعد عملية ذات بعد تربوي وأخلاقي يكفل الالتزام بها إيجاد حكومة ومجتمع نموذجيين لا يحتاج معها الحاكم إلى إجراءات من قبيل الحث على العمل والكسب ومكافحة البطالة والاحتكار ومراقبة السوق والأسعار وتعزيز التجارة والصناعة والزراعة وما شابه ذلك الرؤية الاقتصادية للإمام عليه السلام ترتكز على التزام الحاكم والأمة بمنظومة من القيم الأخلاقية والتربوية التي تعزز البنية الاقتصادية وترفع الحرمان مضافاً إلى إيجاد الدوافع والحوافز نحو الكسب والعمل ومنع البطالة لما في ذلك من دور بارز في رسم السلوك الاقتصادي العام والعمل على تفعيل الطاقة الإنتاجية وتوظيف الطاقات الكامنة لدى الأفراد ويرى الإمام عليه السلام أن العمل من المصادر الأساسية لعمران الأرض واستخراج كنوزها ومن الوسائل الهامة لضمان معيشة الإنسان واستقرار حياته وقد حدد الإمام عليه السلام أن العمل في الاقتصاد بأنه العنصر الثاني للإنتاج وهو أثر من آثار الحياة البشرية ومظهر من مظاهر قوتها ودع الإمام عليه السلام الناس إلى العمل وحثهم عليه وحتم عليهم أن يكونوا إيجابيين في حياته لأن السلبية والإنكماش والإنزواء عن العمل بخلاف الطبيعة البشرية لقد كان الإمام عليه السلام قليل المعونة ويرى الإمام عليه السلام أن العمارة يعني التنمية بمفهومها العام الشامل وكل ما يضمن رفاهية العيش الكريم لدى الإنسان وحماية البيئة وكان من ضمن اهتماماته عليه السلام لدى تسلمه زمام الخلافة قضية عمارة البلاد ويظهر ذلك جلياً في عهده المعروف لمالك الأشتر حينما ولاه مصر فكان مما كتبه إليه هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين إلى مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حينما ولاه مصر أربع أمور جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها لذلك يوصي عليه أفضل الصلاة والسلام مالك الأشتر بالتركيز على عمارة البلاد قبل التفكر في أخذ الضرائد فيقول الإمام عليه السلام في عهده وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد ولم يستقم أمره إلا قليلا وأولى الإمام عليه السلام أهمية بالغة وعناية فائقة في الزراعة وأن فيها منفع للناس ولأنعامهم التي تخدمها وما فيها ما يفيد في جمال الطبيعة ويبهج الناظر والنفس ويسر العين والقلب ويرى الإمام عليه السلام بأن هناك تلازم بين عمارة الأرض والتنمية الزراعية ويبدو ذلك من قوله عليه السلام لمالك وتفقد أمر الخراج بما يصلح أهله فإن في صلاحه صلاحهم صلاحاً لمن سواهم ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم لأن الناس كلهم عيال على الخراج وأهله واهتم الإمام عليه السلام بالحرف والصناعات وأوصى العاملين في حكومته بحماية الحرفيين ويقول الإمام عليه السلام إن الله عز وجل يحب المحترف الأمين وفي عهده لمالك الأشتر يوصي بذو الصناعات يقول استوصي بالتجار وذو الصناعات ووصي بهم خيراً المقيم منهم والمضطرب بماله والمترفق ببدنه فإنهم مواد المنافع وجلابها في البلاد في برك وبحرك وسهلك وجبلك ويرى الإمام عليه السلام أن مراقبة السوق من أولى مهمات الدولة والحاكم والهدف من عملية المراقبة هو معرفة نوعية السلع التي تباع في السوق وما هذه السلع ومدى مطابقتها للأحكام الشرعية عن الإمام الحسين عليه السلام أنه قال أن أمير المؤمنين ركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله الشهباء بالكوفة فأتى مراقباً سوقاً سوقاً واهتم الإمام عليه السلام أحاول أختصر واهتم الإمام عليه السلام بحماية المستهلك وأن مبدأ الإمام عليه السلام يتخذ منهج الوعظ قبل التأديب والمعاقبة وأبدأ الإمام عليه السلام بالغ الأهمية بمنع الاحتكار في تنظيم الحياة الاقتصادية لكونه يشكل أحد أسباب الفساد على مستوى النظام الاقتصادي وهو القائل صلى الله عليه وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين من الباعي والمبتاع فمن قارف حكرةً بعد نهيك إياه فنكل به وعاقبه من غير إسراف ويرى الإمام عليه السلام أن الربا من أعظم الموبقات الاقتصادية وذلك لما يترتب عليه من الأضرار الفضيعة فإنه يسبب شلل الحركة الاقتصادية وحصر الثروة بفريق من الناس حيث أن المرابي يبني سعادته على شقاء الآخرين فقد نهب المرابون أموال الناس وأشاع الفقر والبؤس في البلاد ويرى الإمام عليه السلام أن الحاكم والدولة هما المسؤولان عن كفالة كل فرد من رعاية الأمة مسلماً كان أو غير مسلم في حال عجزه أو عدم قدرته على توفير الكفاية لنفسه عن طريق من يكلف بإعالته وهو القائل في عهده الله الله في الطبق السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين إلى آخر كلام الإمام بل جعل الإمام عليه السلام في اصطلاح اليوم في الميزانية بل جعل الإمام عليه السلام قسماً مخصصاً من خزينة الدولة منفردة لإعالة المحتاجين والعاجزين الذين لا يستطيعون العمل أو لا يكفيهم ما يحصلون عليه أخيراً أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني هذا العمل المتواضع الذي أرجو أن يكون في خدمة الشريعة المباركة كما أرجو من أهل العلم والاختصاص الكرام أن يعذروني على كل قصور أو تقصير مع التفضل بإبداء ملاحظاتهم على هذا البحث والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة